إذن مشاهدينا ضيفنا اليوم مميز من أبناء مدينة كلباء وخريج أيضا من الثانوية العامة وجد لنفسه بصمة في عالم المشاريع الخاصة من خلال مشروعه المنزلي مقهياء والذي يعمل عليه بنفسه ويقوم أيضا بالإشراف عليه من منزله الخاص دعونا نرحب بيوسف أسامة الأحمد صاحب مشروع أهلا وسهلا يوسف أهلا وسهلا فيك يا ختي مسائك خير ومسائك ومتميز بأفكارك الجميلة جميلة نشوف طالب متخرج من الثانوية يؤمن بنفسه وإبداعاته فيكون له مشروع خاص بلمساته المميزة فمشروع متميز وأكيد الكل منه يعشق القهوة ويمكن رائحة القهوة فتخذت من القهوة مشروع خاص بك كيف كانت البداية يوسف؟ في البداية أحب أعرف عن نفسي يوسف أسامة الأحمد مختص في صنع القهوة وعاشق هذا الشيء بديت في هذا المجال كنت في البداية هاوي في هذا المجال أحب أشرب قهوة من زين وخذت مكينة في البداية وتعلمت عليها حبيت أبدأ المشروع وخلي الكل يجرب أول ما جربت أكيد دائما نحن تجاربنا تكون على أهلنا في الأسرة في البيت فعلى منه كانت التجارب في البداية؟ الوالدة في البداية جربت على الوالدة كانت تشرب وتعطيني رايها في البداية كانت تجامل يعني بشكل آم فقلت لها لازم تعطيني الصدق في هذا الموضوع وتصارحيني يعني لأني بفتح مشروع قالت لي خلاص وكي في البداية كانت عندي وائد أخطايا في المشروع عدلت عليها لما بديت أبيع الناس أتوقع ما في أصدق من الأم الأم دائما صادقة مع أبنائها وواضحة وتشجعها ممكن تجامل في وقت معين لك في وقت الجدل يعني هي واضحة بالفعل تعطيك الرأي الصحيح والسديد وتكون الأم والأب هم الدعمين دائما لأبنائهم فمنها أحمد أو عفوا يوسف انطلقت في هذا المشروع لماذا القهوة بالذات؟ لأني كنت أحب هذا المجال وشفت الشيء الأفضل يعني حسيت أني ببدأ في هذا المجال وبمشي فيه يعني في هذا العمر دائما يعني ألاحظ ممكن من تخرج من الثانوية يبدأ ممكن في خدمة وطنية ومن بعدها ممكن أيضا يفكر بالوظيفة دائما أو في إكمال الدراسة لكن أيضا أنت آمنت في موهبة أو في جانب معين لك ودخلت فيها في مشروع هذه خطوة جريئة وتحتاج أيضا إلى جرأة في اتخاذها كيف بدأت فيها يوسف؟ قبل أن أدخل في المشروع اعتبرتها هواية هواية بالنسبة لي أستمتع فيها حتى لو لم أستفت من المشروع المشروع بالعكس طور مني وخلاني شخص غير عن الكل في هذا العمر صعب تحصين حد يفتح مشروع حسيت أني غير عن الكل وبدأت أبدع في هذا المشروع جميل لما نؤمن بمواهبنا نؤمن بالشيء اللي ممكن نبدع فيه القهوة تحتاج أيضا إلى دراسة في نوع القهوة طريقة تحضير القهوة يمكن حتى الآن الجميع أصبح يتفنن في تيزيين وتقديم القهوة هل بحثت فيها يوسف أم كانت اجتهادة شخصية منك؟ أكيد بحثت فيها كان عمي السبب في هذا الشيء عمي مختص في القهوة وله فترة صانعه في القهوة ومحمص يعني فعلمني في هذا المجال وقعدوا إياي وكملت قريبا قريبا ثلاث سنين حين أدرس في القهوة تعمقت في المجال تعمقت في أنواعها وطريقة استخدامها وطريقة يمكن البعض يجتهد حتى في تحميصها حتى يقدمها بطريقة معينة بدأت تحميصها ما شاء الله يعني أنت واصل لمراحل متقدمة الحمد لله تحميصها بطريقة معينة بدرجة حرارة معينة كل هذه التفاصيل توقع تفرق في القهوة في القهوة البحر لا يخلص فأكيد لها تحميص درجة الحرارة فيها وائد وائد أشياء لا تخلص والقهوة العربية أو القهوة بشكل عام هي رمز من رموز العروبة لدينا ونتوقع ما في منزل اليوم ما يخلب من دلة القهوة العربية بشكل عام تكون موجودة لازم القهوة هي أساس هذا الشيء الكل يتفنن في الصنع القهوة وحبيت أني أبدأ في هذا المجال وتكون لي بصمة خاصة فيه خدت لك زاوية في المنزل ومن هذه الزاوية بنيت فيها مشروعك ويمكن نسميه للعالم الخاص بيوسف يبدع فيه ويبدع فيه وصف هذه القهوة ووضعها وتقديمها أيضا لكل من يرغب في اقتنائها حدثنا عن هذا العالم وكيف بنيت وكيف تعيش في أجوائك الخاصة أنا كل ما أي أسوي قهوة لازم تكون لي طغوص ما أي بس أسوي القهوة في أي وقت لازم أمزج عليها آخذ راحتي أحب كل يوم أبدع في أفكار أجرب شيء يديد لما تعمقت في هذا المجال وصلت لهذا الشيء دائما الأصدقاء توقع أو الناس المقربين لك هم يعطوك الأفكار أيضا بممكن نوعية وجودة القهوة التي تقدمها شو نوع القهوة التي قدمتها لهم بشكل عام والآن أنت الحين أصبحت تقدمها أيضا لمحبية القهوة أكيد جربت أنواع كثيرة من القهوة قبل لا أبدأ ومثل الأفيوبية والأوغندية والبرازيلية وشفت شو الأفضل بالنسبة لي وشيء يعجب الناس اللي بدي تشرب لا أحب أن أقدم أي نوع شفت أفضل جودة وأفضل شيء يجب أن أقدمها للناس جميل إذن أيضا تقدم لهم القهوة بطريقة مميزة وجميلة هل يعني وضعت لك مكان خاص في المنزل يوسف أم أنه في لك ركن يعني كقاطرة خارج المنزل تستقبل فيها أيضا طلبات الزبائن لا أقوم بركن خاص داخل البيت وحطيت فيه كل أغراضي كل يوم لازم أروح وأطمن على الأغراض وأشتغل وأجرب شيء يديد شو هي البصمة الخاصة بيوسف لكذا اليوم أتقدم القهوة بطريقة مميزة بالله بصمتي الخاصة في جودة القهوة ونكدها وسعرها بعد تميزت في الأسعار أسعاري كانت أقل عن أسعار السوب جودة عالية جميل جميل نشوف فيه جودة وهذا اللي يرغب فيه الزبون بشكل عام كيف تشوف الطلبات تنوع الطلبات هل في إقبال على نوع معين من القهوة وأنت فعلا تشوف أن هذا النوع عندك مميز أكثر عن الآخر كل نوع مطلوبة عندي وكل شيء مطلوب بشدة لأن أسعاري تنافس جدا وجودة القهوة كل يوم تختلف كل مرة أفضل أحاول أطلع بشيء أفضل دائما المشروع المميز يكون صاحبه مميز وهو يشرف على المشروع بنفسه وهذا اللي نعرف أن يوسف هو يعني يشرف على كل التفاصيل ما معاك شخص مساعد أنت تشرف على القهوة على تصنيعها على تحميصها على تقديمها منذ استلام الطلب حتى توصيل هذه القهوة بطريقة جميلة وميزة للزبون فهل وجود الشخص نفسه في مشروعة ويشرف عليه بطريقة كاملة هو سبب في نجاح هذا المشروع؟ أكيد أكيد أي مشروع ما ينجح إلا في صاحبه لازم يكون هو واقف على الحلال شد حديات لواجهتك يوسف؟ هل كانت في صعوبات؟ هل في أوقات يمكن وقفت فيها؟ أكيد كانت لي وائد صعوبات في حياتي بالبداية خسرت بس اعتبرت الشيء بالنسبة لي هوائي وكنت مستمتع فيه ما يهمني أخسر أنجاح أهم شيء أكون مستمتع في هذا المجال وأنا أحبه دايما المراحل في بداية النجاح تكون في خطوات يمكن قد نسميها إخفاقات ما نقول هي فشل هي إخفاقات لكن هي تكون سبب في أن نحن نتجاوزها ونضعها كخطوات لنجاح فهذا اللي كان فيه يوسف أتوقع حتى اقتناء يمكن بعض الأكواب وضعها والعناية حتى يمكن يضع بعض الجمال يعني هذه الإضافات المميزة في القهوة نحن نشرب القهوة لكن أيضا نستمتع بالكوب وما تكتب عليه من جمل فتهتم في هذه التفاصيل يوسف أكيد لازم أهتم في تقل التفاصيل الكل يحب يستمتع في القهوة يشوف مناظر يشوف الرسمات الحين أحاول أتدرب على رسمات ديدة عشان تستمتعه أن تتشربين القهوة هذا طبعا يعني الشخص المهتم في رسم الرسومات التي تصير على القهوة كما تسمى الفريستاهي يعني أو الصانع الرسومات على القهوة هذا مسمى يمكن مترجم لدينا بالعربية فهل أيضا تسعى في تقديم هذه الرسومات والتزيينات على القهوة بطريقة مميزة هي أكيد ولها طريقة لابد أن تتعلمها حتى تتقنها هي أكيد فترة طويلة ما يقارب شهرين أو ثلاثة شهر تتعلم على رسمة وحدة بس الموضوع أبدا مبسهل القهوة يبالها دراسة ويبالها أن متى حسيت يوسف أنك أنت فعلا اليوم يعني وصلت لمرحلة أنت فاهم هذا المجال ومتمكن فيه والله بعد فترة دراسة تقريبا كملت الآن قريبا الثلاثة سنين درست في المجال وتعمقت فيه وفي البداية فشلت فيه فشلت في ويد أشياء بس تعلمت منها كل مرة أتعلم شيء يديد كل مرة أدخل في المجال وأتعمق فيه هذا التحدي الجميل لما نشوف الشخص يتحدى نفسه ويتحدى إخفاقاته حتى يصنع النجاح وهذا إيمان الشخص بنفسه وانت مبدع يا يوسف لأن اليوم ما شاء الله نشوف ثلاث سنوات من الإيمان بهذا الشغف وبهذا المشروع نتمنى نشوف هذا المشروع إن شاء الله أيضا فيه لكيان خاص بارز في مدينة كلبا وفي دولة المعارضة بشكل عام إن شاء الله بالتوفيق يوسف وبإذن الله يكون هذا المشروع يحقق لك أحلامك وتنطلق أيضا لمشاريعك الأخرى شكرا يوسف إذن مشاهدين نوصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ويمكنكم كما ذكرنا متابعة هذه الحلقة وأيضا برامجنا الأخرى عن طريق منصة مرايا وهذا التطبيق التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية على أمل اللقاء بكم مشاهدين في حلقة جديدة بإذن الله تقبلوا تحياتي تحيات طاقم العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر